أكثر من 6000 وحدة سكنية في منطقة فيها من الميزات ما تجعلها نموذجية مدينة جابر الأحمد معوقات ومشاكل لسكن العزاب نصيب منهم مقاطنيها تكدس فيها بعض سكن العزاب يعني هي منطقة حديثة وما في قانون لحد الحين يقدر يقول راعي البيت ممنوع الأجارات ممنوع استخدام السرداب يعني لو تشوفون في بعض القضايا حصلت في مدينة جابر الأحمد أنه كان فيها بعض المصانع وبعض المستودعات وتتسرب منها بعض الروائح التي أثرت على أهالي المنطقة هذه النظافة واللوحات الإرشادية والطرق جانب آخر من عراقي لتطوير المدينة ودعوة من سكانها لمزيد اهتمام مدينة جابر الأحمد تعاني العديد من المشاكل بالرقم من توافر كل الإمكانات والبنى التحتية ما شاء الله المنطقة جديدة مثل ما تنشايفين لكن هناك يعني دور البلدية نحس أنه هو يعني مثل ما تقول غايب نوعا ما خصوصا ما نشاهده من وجود اللوحات الإرشادية التي تم وضعها من غبل الدولة يتم لسق ملسقات عليها من غبل شركات والبعض الأفراد فما تحجب الرؤية صيانة الشوارع والتبليط الطرق جانب آخر من المسؤوليات الملقاة على عاتق الجهات الحكومية طالب الجهات المختصة أن تهتم في المنطقة ما شاء الله شوفت عينك المطاب توما يحطينها يعني ما شاء الله من متى موجودة المنطقة هذه عرفت فنتمنى يعني استعجلون فيها مدينة جابر الأحمد موقع استراتيجي ينتظر من وزارات الدولة تكثيف جهودها لمواجهة عراقي لتطوير منطقة ينقصها الكثير كما يتضح في الصورة أن صيانة الشوارع في مدينة جابر الأحمد متأخرة قريلا رغم مرور سنوات عديدة على إنشاء هذه المدينة نقص الخدمات هي أبرز المشاكل التي تعاني منها مدينة جابر الأحمد أحمد المسعودي لتلفزيو المجلس